موسيقى يسا صباحكم وأهلا بكم حلقة جديدة من الصباح الشبقية يوم جديد وأمالي جدد وإن شاء الله يا ربي حلقتنا تكون مليئة بالتقارير المنوعة والطاقة الإيجابية دعنا نبدأها بأهم العناوين موسيقى ما هي أبرز التغييرات التي تتوقعها ستحدث في السنة الجديدة على الصعيد الشخصي والعملي وهل تخطط لهذا التغيير سيكون هذا موضوع سطلاح حلقتنا لليوم موسيقى ويحدثنا خبير الاستثمارات في العقارات مياس السوفي عن فرص نجاح الاستثمار في السنة الجديدة موسيقى مشاركة واسعة للعديد من الفنانات التشكيليات في معرض عيون سومريا بمدينة الناصرية تقنية حقن الدهون الذاتية يحدثنا عنها الجراح الاستشاري الدكتور مصطفى خليل ومن صلاح الدين الشلغم أو اللفت من أشهر الخضروات المحببة لدى العراقيين أما في الأخبار المنوعة لليوم منيعة من الخروج من منزله بسبب جليد ونجم هليودي ينفذ أخطر مشهد له في السينما الأمريكية وتفاصيل أكثر شادوها في حلقات اليوم وهاشتاغ حلقاتنا اليوم شنو أول شي راح تغيره بالعام الجديد تقدرون نشاركونا مشاهدين بالأشياء اللي تحبون أن تغيروها على الكيو أر كود يظهر أسفل الشاشة ياخذكم مباشرة على صفحتنا بالإنستجرام منتظر أجوبتكم ومنتظر تعليقاتكم على مود نقدر نشاركها بحلقة اليوم وقبل ما نبدأ حلقتنا خلينا نشوف حالة التقص في عموم العراق أجواء ممطرة بكل المدن العربية فيا ربي تكون الأجواء صحوا شوي قدنا في العراق ونبدأها من بغداد درجة الحرارة في بغداد 12 درجة مئوية غائم من المتوقع أن يكون غد 17 درجة مئوية مشمس وبعد غد 16 درجة مئوية مشمس والموصل درجة الحرارة اليوم بالموصل 14 درجة مئوية غائم من المتوقع أن يكون غد 13 درجة مئوية غائم وبعد غد 13 درجة مئوية مشمس ونسبة الرطوبة راح تكون 47% والبصرة اليوم درجة الحرارة بالبصرق 11 درجة مئوية غائم جزئي من المتوقع أن يكون غد 17 درجة مئوية وبعد غد أيضا 17 درجة مئوية مع وجود رطوبة عالية بنسبة 88% واربيل اليوم درجة الحرارة بالبصرق 11 درجة مئوية غائم من المتوقع أن يكون غد 13 درجة مئوية مشمس وبعد غد 12 درجة مئوية مشمس مع وجود القليل من رطوبة بنسبة 53% كانت هذه حالة التقص في عموم العراق والأجواء من الصحو إلى غائم جزئي طبعا الكثير من الأشخاص يحبون أن يغيرون عادات سلوك معينة خصوصا في بداية السنة الجديدة بعض الأشخاص يحبون يغيرون هوايات بعض الآخر يحبون يغيرون عمل من الأساس ويحبون أن يشوفون شغفهم طبعا وباستطلاع حلقتنا اليوم سألنا الشارع العراقي ما هي أبرز التغييرات التي تتوقعها أنه ستحدث في السنة الجديدة لتخص عملك وحياتك الشخصية خلونا نتابع الاستطلاع التالي مع زيان من بغداد صباحكم الله بالخير مشاهدين الكرام أينما كنتم مشاهدين القناة الشرطية وبرنامج صباح الشرطية ما هي أبرز التغييرات التي تتوقعها أن تحدث في السنة الجديدة على الصعيد العالمي والشخصي وأهلا أنت مخطط لهذا التغيير أم لا فخلونا نشوف أراء الناس فحياتكم الله مشاهدين الكرام أينما كنتم وخليكم إيانا والله إن شاء الله كل واحد كل سنة نطمح نطور من نفسنا ونطور من عملنا ونطور من شغلنا مسؤول الإنسان لازم يعملوا كل سنة إن شاء الله والله نخططين إن شاء الله إن شاء الله هذا أدخل مجال يا رب توفق بي إن شاء الله مخطط لهذا الشيء قبل أحبه مخطط أنا على سنة الجديدة الصراحة أنا ناوي على سنة الجديدة أدخل مجال كتغيير شخصي أنا أتمنى أنه أزيد من سفري أنه أغير وظيفتي هذا عملي مو شخص هذا عملي بس كتغيير شخصي أنه أحب السفر أحب السفر أنه أزيد أكثر من سفره هواي لوت حب السفر والله أحب السفر لم سفر هواي لم سفر هواي فقط لا لا داخل القطر أما خارج القطر من سفر بعدني يعني على الصعيد الشخصي يعني أتمنى أني أطبعه من نفسي وأطبعه من عملي وكون يعني إن شاء الله أتحسن ظن المقابل إلي يزمبون يزمبون أكيد يزمبون هل شخصي لا تحب تقرأ كتب أو شيء؟ أكيد أحب أرسن مثلا كتب خاصة كتب تطوير النمو أو تطوير الذات يعني أنت مخطط هذا الشيء قبل دخول أخير أكيد أكيد إن شاء الله مخططين إن شاء الله إحنا على بوابة تخرج نشوف عملنا وإن شاء الله خير أدعرف منك ما هي أبرز التغييرات اللي توقعها أن تحدث في سنة الجديدة على الصعيد الشخصي وصعيد العملي والله على الصعيد العملي إحنا دي نشتغل إنه نسوي إلنا أعمال خاصة نفتح يعني قسمنا عملنا طبي تكون شباب بالتفقين وشارك أي العمل الجماعي يصير حلو دائما وبيبركة أما من ناحية إن شاء الله إحنا نقول مخططين لإهالة السنة الجديدة إنه إحنا ستفتحون مختبر على الصعيد العملي مختبر وكل كبكم كنا بي إحنا شباب يعني نتعاوني كل من يتخذ لمساره كل يروح بشغلة خاصة أكو عمل جماعي نشترك به إن شاء الله على الصعيد العام على الصعيد العام والله إحنا نتأمل بادرة خير بدأت تحدث بالعراق أبرزها راح يكون كاس خليجي 25 بالبصرة هذا بادرة خير يعني أنه نتأمل أنه أكون تحسن بالوضع اللي دا يحدث بالعراق والله إحنا نقول دائما نطمح الأفضل إن شاء الله وإن شاء الله مثلا قدنا مشاريع بحياتنا نرسم اللي قدام دائما خطط هذا الشيء أي فعدي إن شاء الله مشروع إن شاء الله نقول عالسنة جديدة أنا حتى مأجلة يعني عالسنة جديدة حلو هذا الشيء حسينك خير إي أقول بلك السنة أكو تغيير إن شاء الله والعمل يعني نعم أي شخص تختلف العادات والسلوك اللي يحب البعض أنه يغيرها وبعض الأشخاص يحبون أنه يضيفون عادات جديدة أو هواية جديدة ومنها الاستثمار ولهسبب إحنا اليوم ويانا بالستوديو رح يكون ويانا مياس الصوفي رح يحدثنا أكثر عن هذا الموضوع كيفية الاستثمار بطريقة صحيحة وشنو هي العوامل المفروض أنه تكون متواجدة على موضي يكون الاستثمار ناجح بالأخص بأسنة جديدة يسع صباحك شكرا على السلام بي أهلا وسلام بي شكرا على السلام شكرا على الشرقية وقناة الشرقية يا أهلا بي بداية خلينا نتحدث شوية عن شون الواحد يقدر يبدأ بالاستثمار وشون يقدر يفرق بين الاستثمار العقاري والاستثمار التجاري نعم بالنسبة الاستثمار طبعا الاستثمار عدة أنواع بس أهم نوع أن يعتبره وأكيد الكل يعتبره الاستثمار العقاري هو من أنجح أنواع الاستثمار وذلك لكون المخاطر بي منخفضة مقارنة مع أنواع الاستثمار الباقي ودائما بي يحقق ربحية ممتازة وثابتة للمستثمر وما يضمن تدفقات مالية شهرية أو سنوية ممتازة وأهم شيء أهم نقطة يعتبرها هو ضمان الأستثمار الأصول للمستثمر يعني مثلا على سبيل المثال إذا واحد حاب عدة رأس مال مستثمر وحاب مثلا يفتح شركة أو يسوي بزنس معين لح تكون المخاطر عدة عالية لأنه ممكن يفتح البزنس وما يمشي عنده فيخسر رأس المال الكلي بينما بالاستثمار العقاري من ناحية شخصية يكون عدة أصول حتى لو نزلت صعد سعر العقار هو يكون عدة أصول مالية ثابتة بالمستقبل ستطلع أو تنزل بغض النظر بس يبقى رأس المال عنده ثابت حل فيعني الاستثمار العقاري أنا أشوفه من أنجح أنواع الاستثمارات بصورة عامة ومع ذلك يعني يعني أكيد أكو عوامل عوامل الساعدة على نجاحها عوامل إيجابية أكيد لازم يعرف كيف الاستثمار ووقت الاستثمار وش وقت يشتري ومن هاي أهم وأبرز العوامل هذه لازم يعرف وين يشتري المكان العقار كل مهم من واحد يعني مثلا واحد يجي يقول لي اشتريت عقار بالمنطقة الفلانية أو قطعة الأرض الفلانية وبدون ذكر أسماء المناطق ويقول لي يعني خسارة أو نزل سعرها أو ما عرف شنو يكون خيارة اختيارة غلط فلذلك لازم واحد يعرف وين احنا نقول المكان ونشدد عليها ثلاث مرات المكان 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 فلازم يعرف واحد وين يشتري يعني كل مهم من واحد يختار بالمكان الصحيح أكيد طبعا ومو بس هاي يعني مثلا واحد يجي يقول لي اشتريت أنا عقار منطقة الداونتاون مثلا بمركز المدينة لازم يعرف مركز المدينة أوكي هو كالوكيشن ممتاز بس وين بالضبط لازم يدرس المنطقة يشوف شنو دائر مدائرها محل في مثلا قطع عراضي ممكن هتنبني بالمستقبل صحيحات سعر القدم رسوم الخدمات يعني هاي المواضيع فغلط بالاختيار فأكيد يعني بالنهاية سعر العقار ممكن يتأثر بعد ما يعني سصير شغلات جديدة بالمنطقة تستعدث فبس بالنهاية مثل ما قلت بالبداية هو أسيتس هيبقى يعني ذوقي ممالية ثابتة بالنسبة للشخص طيب خلينا نحك شوية على التوقيت ذكرت نقطة كل مهمة أن الواحد لازم يعرف التوقيت المناسب على مود يشتري بالعقار بعض الأشخاص يتظرون بداية السنة الجديدة يقول لك العقار رحيزة في بداية السنة أو في منتصف السنة لأنه بسبب الركود أو في نهاية السنة لأنه بعض الأشخاص يسافرون من البلد فاتقل نسبة الشراء فالمستثمرين خلينا نقول يقللون السعر على مود يزيدون فرص أربحهم شنو هو الوقت المناسب أن الواحد يقدر به يشتري العقار بصورة جدا سهلة وبنفس الوقت يقدر يكون هو مستثمر وناجح باستثماره ويحصل ربح عالي يعني هو بصورة عامة ماكو وقت يعني نقول مثلا اشتري بالشهر الفلاني أوش اسمه هي ظروف اقتصادية تصير وواحد يعني يستخدمها بعد الاستشارة الناس المختصة مثلا الوسيط المختص الشركة المختصة تقدم للنصائح بس بصورة عامة يعني يعني ما نقدر نقول الشهر الفلاني اشتري بس يعني مثلا على سبيل المثال الظروف الاقتصادية مثلا يشوف شنو التحركات النظام العالمي الاقتصادي العالمي اش داي يصير اكو حسير عزمة اقتصادية او لا ما عرف شنو فيبقى الشخص ينتظر او يستعجل بالشراء او ينتظر بس مثل ما قلت بصورة عامة هو هيكون العقار يعني تعرفين هو عرض طلب يعني ممكن يصعد وممكن ينزل حسب العرض وطلب حسب حال الاقتصادية للغلب اي بس بالنهاية هو اصوله حتكون ثابته ورئيس ماله حيكون موجود بهذا العقار زائدا لحتكون عدة تدفقات مادية من من الاجارات شهرية او سنوية بغض النظر حتى لو نزل سعر عقار حيكون هو يظل مستفاد من العقار مالته والمخاطر يعني مرة ثانية المخاطر حتكون عدة اقل مقارنة بانواع الاستثمارات طيب شنو نوع المخاطر يمكن يكون نسبتها قليلة ولكن هي موجودة بالنسبة للعقار اينا ان اذا واحد اشترى عقار شنو هي المخاطر يمكن ينصير مجرد ما ينخفض السعر مثلا ممكن ينخفض السعر ممكن الاجارات تنخفض ممكن يصير عزمة اقتصادية مثل ما تعرفين بسنة 2008-2009 صارت عزمة اقتصادية عالمية عثرت على اسعار العقارات طبعا احنا نقول الازمات تخلق الفرص اكو ناس اللي يفتهمون بالازمات هم يشترون اكو قسم لا بالازمات يبيع هو غلط طبعا لازم هو بالازمة هو يشتري لان الازمة تخلق الفرص فهايا مو بيدينا مثلا من ينزل العقار صير عزمة هيا اكيد مو بيدينا يعني بغوف اقتصادية عالمية تكون يتعثر على كل العالم بس مرة ثانية يعني ما نقدر نحدد شوكة واحد يشتري او شسمه لان اذا نقدر نعرف هذا الشيء كان هواية ناس صاروا مستدبرين اكيد طبعا زين بس يعني الاوضاع الحالية يعني ننصح بيها بشراء العقار الايجارات عالية العائدات الايجارية عالية سواء السكني او التجاري طبعا العقار التجاري بشغلات ايجابية وبسلبيات طبعا نعم ونفس الشيء السكني اكيد لما نقاروهم مع بعض الايجابيات بالتجاري مثلا يكون دائما يكون حقود الايجار طويلة الامد يعني مثلا واحد دي حاب يفتح بزنس مثلا مطعم على سبيل المثال او كافية او شي فعقد الايجار هيكون يعني منموم ثلاث سنوات خمس سنوات وممكن اكثر ممكن سبع سنوات وتوصل الى عشر سنوات حلو فصاحب العقار التجاري اللي حيضمن بهذه الحالة انه هيكون الايجار مالته ثابت ومستمر لمدة سنوات عكس السكني ممكن يعني سنة يعجر ومثلا يخرج المستأجر ويحاول يلقي مستأجر جديد ودائما بالتجاري يكون صاحب العقار يعني ما يدفع رسوم الصيانة وهذه الأشياء يعني دائما المستأجر هو اللي يدفعه عادة بالسكني يكون الخطر كله على الشخص بالسكني يكون على مودة فانصح انه ما يشترون سكني بس يعني بالسكني تختلف انه تختلف العوامل اي لا وحسب النوع الصيانة يعني مثلا فشي بسيط يعني حتكون على المستأجر اذا شيء مثلا اساسي لازم المالك هو اللي يدفع بالتجاري لا حيكون دائما انه المستأجر هو اللي يدفع لانه مثلا صاحب كافية هو مساوي الديكورات ومساوي الجسمه فدائما هو الصيانة عليها تكون هذه المواضيع كلها فبس يعني قتلت شوه كل شيء بي ايجابيات وسلبيات من الجهة يعني السكني والتجاري الشغلات السلبية بالشغلات التجارية دائما مثلا الاسعار اللي يحتاج المستثمر رئيس مال اكثر لشراء مثلا شيء تجاري يعني عقار تجاري ويكون دائما اذا يريد يشتري عن طريق بنق القروض التجارية تكون اصعب من القروض ذكرت هذا الشي انا وياك قبل الجو ذكرت انه بعض الاشخاص يعظون نفسهم للخطر يروحون ياخذون قروض وما يعرفون شون يتصرفون بعدين بالعقار في حال انخفض او ارتفاع سعره سيكون الدلتزامات وشهرية وكل كوارتر كل ربع سنة لازم يدفع المبلغ الفلاني فبهذه الحالة سيكون المستثمر يعرض نفسه انه ممكن ما يقدر يلتزم ما يقدر يسد هذه القروض فهذه بالتجاري بالسكن يتكون لا شوية احسن لانه احنا دائما كبشر يعني كناس دائما نحاول انه دائما ندور على السكن وندور شيء افضل واحسن بالتجاري خصوصا اذا صارت ازمة اقتصادية ممكن صاحب العقار المستأجر يطلع مثلا اذا شغلة ما مش يفصخ العقد ويترك العقار فالمالك يشوف انه صعوب انه يجد مستأجر ثاني جديد وبسبب ظروف اقتصادية معينة طبعا فالسكن يكون هنا افضل فمن الجهتين يعني اكو ايجابيات وسلبيات هذا كرأي شخصي طيب كاشخاص مبتدئين حابين انه يبلشون اول خطوة بالاستثمار تعرف البعض يروح الاستثمرون اونلاين يستثمرون بسكوك يستثمرون بطرق مؤامنة كفاية طريقة الاستثمار للاشخاص المبتدئين شون يقدرون يبلشون الخطوة الاولى بالاستثمار العقاري شون الاشياء اللازم ياخذوها الاعتبار اول شي طبعا احنا شراء العقار هنا جدا سهل وبسيط يعني وهنا بالنسبة لنا دبي يعني دائرة الاراضي الاملاك الدي يعني مسوية قوانين وانظمة للناس انه تسهل عملية الشراء وكل شي يكون واضح لدى المستثمر سواء مستثمر او انه الساكن النهائي فش وهذه طبعا دائما القوانين تحدث يعني احنا مو مثلا يطلع قانون ويعوف عشر سنين عشر سنة دائما اكو تحديث هنا بالقوانين حسب متطلبات السوق عندنا دائما يحدثون واخير شي اكو قانون هذا اكيد كل يعرف انه التملك ويحصل عليها اقامة وما عارف شنو اللي هو من مبلغ 750 الف درهم تقريبا 200 الف دولار وتكون عندها اقامة للسنوات وفي خمس سنوات وحتى توصل لعشر سنوات الاغامة الذهبية فهذا القانون برأيي شخصي ممتاز جدا لانه يسوي استقرار وستيبل بالماركت ويقلل الذبذب الصعود وطلوع الاسعار فهذا قرار كان ممتاز اني اعتبر وبالنسبة لسؤال المستثمرين اللي حابين بلشون الجدد اول شي اهم نقطة لازم يعرف اول شي يحدد المبلغ اللي حاب يستثمر به وشنو يريد بالضبط يعني يريد شوقة يريد فيلا يريد تاونهاوس يريد شي تيجاري مكتب محال لازم يحدد ويعرف هو شنو يريد بالضبط وبعدين على موضة احنا ننصحة وننواجه صحيح بحيث يختار العظار المناسب اهي اهم نقطة وهي وظيفة المستشارين اي يعني شركات الوساطة المعتمدين اللي اللي اكيد لازم يعني يقدمون نصائح يعني تفيد المستثمر مو بس يعني يفكر بالشركة والجسمة لازم تفيد المستثمر ويختار له العقار المناسب بالنهاية اختيار العقارات المناسبة ممكن يكون الى عوام الهواية مثل ما ذكرت انه الموقع الوقت المبلغ اللي لازم يندفع مياس صوفي نورتنا بصباح الشرقية لليوم معلومات جدا مفيدة شاء الله يرى بكل المشاهدين يكونوا نستفادوا منها شكرا زيلا وشكرا على استضافتكم مرة شكرا لك طبعا المشاهدين في حال فوتتها الفقارة وملحكتوا على اللقاء اللي سابق تقدرون ترجعون تشوفوا على الى اصفل الشاشة ياخدكم مباشرة على صفحتنا في اليوتيوب خاصة بصباح الشرقية ترجعون تشوفون كل ما فاتكم من هذه المواضيع الى نقابة الفنانين في مدينة الناصرية اقامت معرضا تشكيليا شاملا لمجموعة من الفنانات التشكيليات بعنوان عيون سومرية واحتفى المعرض بمشاركة اكثر من 30 فنانة تشكيلية وتم عرض اكثر من 40 لوحة فنية باختلاف مدارسها خلينا نشوف اتاك رئيسالي نفجاركو اللوحات اللي جيت كانت كلها كانت ضم مدارس عديدة منها الطباعية الواقعية التجريدية اكاديمية بورتريت بالرصاص بالألوان وشفنا وجوه جديدة سنة من المشتركات من الفنانات وانا اللي مشاركتي ثلاثة لوحات اللي هنا مشاركة بيها ونتمنى باني يتكرر هيش مهرجانات وشوف اقبال الناس كلش حلو ومميز نتمنى نكون الناصرية داعمة للنساء بهيش مواضيع اللي بينه لانا اغلب البنات اللي اغلبها ترسم وتحب انه تشجع بهيش باني طبعا اول مرة اشارك في هذا المعرض التشكيليات النسوي وطبعا هذا التحفيز انه وشفت يعني اللوحات من هالتشكيلي من هال يعني انواع عديدة وحلو يعني التحفيز هذا انه وان شاء الله القادم اجمل انا الفنانة زهراء عباس اليوم حبيت اشارك بلوحات اثنين واحدة عن المنظر الطبيعي واثناني عن فتاة الحالمة موجودة هنا خلفية اللوحة اليوم شفت هواي لوحات الفنانات ومدارس هواي شفت هواي لوحات كل الجميلة لبعض الفنانات وان شاء الله الايام الجاية نشارك بلوحات اكثر من معرض الجايات شاء الله من مدينة سومر من ذيقار نقابة الفنانين اليوم تحت في في مدينة الناصرية بفنانات لهن لمساتهن الجميلة من خلال اللوحات المعبرة اكثر من 35 فنانة تشكيلية و45 لوحة متنوعة هذه اللوحات تنتمي لعدة مدارس انطباعية واقعية تجريدية حقيقة الخير والرفع والسلام وأتمنى لكم الخير والسلام وكل عام وأنتم بألف ألف خير ترجمة نانسي قنقر كل الحب وكل الدعم لنساءنا المفديعات اللي أظهروا فنهم بطريقة جدا جميلة كل موافقية لكم إن شاء الله يارب نشوفكم بمعارض أخرى طبعا نرجع نذكركم مشاهدين بسؤال حقاتنا تفاعلين ما أول شيء غيره في بداية العام الجديد قدرون تروحون للشاركون على QR code يظهر أسفل الشاشة يأخذكم على صفحتنا مباشرة بلانستجرام وتقدرون نشاركون للأشياء اللي تحبون تغيروها طبعا نحبنا تعليقات حبيت أنه بنية كاتبة أنه أنا ما أعرف أحس أنه لازم ألقالي شغف جديد ألقالي حب جديد يخص العمل فقط تتشغف في عملي الحالي وحاول أنه ألقى شغل جديد في السنة القادمة وإن شاء الله يربي أتوفق كل موافقية وإن شاء الله يربي تقدرين تسوين وتعملين بالأشياء اللي تحب بها حاولي أنه تطورين من مهاراتش أكثر حاولي أنه تعرفين نفسش أكثر بالأشياء اللي ممكن أنه تبتعين بها طبعا بعض التعليقات أيضا كاتبين أنه الأشياء الوحيد اللي أريد تخلص منه أنه أكون إنسان سلبي أبتعد عن السلبية وأبتعد على الناس السلبيين وأركز على نفسي أكثر وأبني طموحات أكثر وأكون إنسان ناجح بحياتي طبعا تخلص من الأشياء السلبية من الممكن أنه يكون جدا بسيط بقرار منك أنت بتحديد من عندك أنت بعض الأحيان أنه نتخلص من المحيط السلبي من الممكن أنه يدفعنا على أن نكون أشخاص ناجحين بعض الأشخاص كاتبين أنه أنا مريد أغير شي بس أريد أغير الدايت اللي ملتزم به حاليا لأنه دمرني ووزني ما دينزل حاول أنه تتجه لدكتور أو اختصاصي تغذية على موض أنه تقدر تستفاد من هذا الوقت أو بداية السنة وتمشي على خطة جديدة من الممكن أنه أنت تحصل بها على جسم صحي ورشيق في نفس الوقت بعض الأشخاص كاتبين نحن ما كوشي دام أنه ملتزمين بالخطط السابقة اللي وضعناها في السنين السابقة أن نكون أشخاص ناجحين أشخاص أقوية ملتزمين بصحاتنا وحظين على صحاتنا وملتزمين بالأشياء اللي قررنا أن نكون ناجحين بها بعض الأشخاص كاتبين أنه نبطل نضيع الوقت بالفعل بعض الأوقات من الممكن أن نكون نقدر نستثمرها بأنفسنا ونقدر أنه نستثمرها بالأشياء اللي من الممكن أنه تزيد منطقتنا بأنفسنا من هذه التعليقات خلينا نشوف موجز الأخبار مع خماء اليساء صباحك صباح النور يا ألنج تمام الحمد لله خلينا نشوف نشاط الأخبار أكيد ألن بكم مشاهدين في هذه الفقرة الإخبارية لهذا اليوم نبدأها بكل الأحوال بهذا الخبر إذن يوم القيامة أثار حالة من الفزع قبل انتشار الواسع له في الصين إذ أصاب نحو 250 مليون شخص خلال الشهر الجاري و37 مليون في يوم واحد فقط وفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية فإن المتحور يعد أحد متحورات فيروس كورونا إلى أن أعراضه أقل شدة وأن إصابته للجهاز التنفسي أقل لكن خطورته تكمن في سرعة انتشاره وانتقاله بين الأشخاص ننتقل هنا أيضا مشاهدين إلى هذا الخبر معاناة السوريين هنا نتحدث عن السوريين الذين يعيشون هذه الأيام في أيام عيد الميلاد لا يشعرون ببهجته هذا العام إذ تزيد الأزمة الاقتصادية وشح الوقود من معاناة الملايين الذين يستعدون للاحتفال بالعيد فقد أجبر النقص الحاد في الوقود الدولة على تقدين توزيعه وتسبب في قطع خدمة الاتصالات على نطاق واسع وجعل المؤسسات العامة تقصر أيام عملها كل أسبوع أصحاب الأعمال والناس يقولون إن الوضع الاقتصادي المتدهور بسبب هذه العقوبات ويضغط أيضا على العائلات التي اضطرت لتقنين انفقها خلال موسم عيد الميلاد من سوريا إلى فلسطين حيث يبدأ الطاهي الفلسطيني عز الدين بخاري جولات سياحية في البلدة القديمة في القدس بوجبة إفطار في مطعم حمص أبو شكري والذي يقول إنه يقدم التوازن المثالي بين مكوناته ويالحمص الطحين وعصير الليمون بخاري يقول أن المطبخ الفلسطيني يستخدم حقا ما تطرح هو الأرض مضيحا أن الوصفات المعتمدة بشكل كبير على المواد المزروعة شديدة الارتباط بالمنتجات المحلية وينحدر بخاري من الصفيين الذين ساروا إلى القدس من بخارة في أوزباكستان قبل أربعمائة عام ويأخذ الزوار ليتجولوا في الشوارع الضيقة بالمدينة القديمة ومنها إلى أكشاك الطعام المطاعم ويروي قصصا عن وصفات تعود إلى آلاف السنين تتوافد مجموعة من النساء تدريجيا إلى صالة مخصصة لممارسة اليوغا في الطبقة الأرضية لمبنى سكني في كييف انقطع عنه التيار الكهربائي بهدف المشاركة في جلسة مسائية رتبت خصيصا بما يتكيف مع الوضع الناجم عن الغزب الروسي لأوكرانيا في المغرب على مياه نهر أبي رقراق في المغرب الذي يفصل بين مدينتي سلا والرباط تنقى تتاقل القوارب الخشبية الزرقاء الصغيرة وتنقل الناس من ضفة إلى أخرى أصحاب القوارب يقولون إنهم فخورون بالتمسك بهذا التقليد الذي يعد تذكيرا بالماضي الذي لم تكن قد بنيت فيه الجسور أو استخدمت وسائل النقل الحديثة الأخرى بينما يتم استخدام الخدمة في الغالب من قبل السياح الذين يتطلعون لرؤية قلعة الوداية القريبة التي يعود تاريخها إلى قرون لا يزال هناك العديد من السكان المحليين الذين لا يزالون يقومون بإحلتهم اليومية عبر النهر دراسة حكومية حديثة أظهرت أن الدبابة القطبية في غرب خليج هاتسون في شمال كندا تختفي بسرعة في هذه المنطقة القريبة من القطب الشمالي الذي يسجل أحد أعلى معدلة الاحترار في العالم فقد أحصل باحثون 194 دبا من نهاية أبغسطس إلى نهاية وبداية بالأحلى سبتمبر 2021 وخالصة الدراسة إلى أن المقارنة مع تقديرات المسح الجوي لعامي 2011 و2016 تشير إلى أن أعداد الدبابة في غرب خليج هاتسون قد تتراجع أمضت عائلات أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليي يوم عيد الميلاد بجانبه في المستشفى حيث يرقض بطل العالم ثلاثة مرات بعد ترد حالة الصحية بسبب مرض السرطان بالإضافة إلى مشاكل في الكلا والقلب وعبر مشجعون بيليي الذي يعتبره أكثر أعظم لاعب في التاريخ الناس عبروا عن أمالهم في شفاء منذ دخوله المستشفى في تشرين الثاني نوفمبر وأعلن مستشفى ألبرت إنشتاين أن سرطان قولون تفاقم وأن النجم السابق البالغ من العمر 82 عاما بحاجة إلى رعاية أكثر شمولة لعلاج الفشل الكلوي وفي القلب دراسة جديدة مشاهدين كشفت أن الحياة الأولى في نظامنا الشمس ربما تكون قد ظهرت على سطح المريقي بعد قصف كويكبات جليدية في أول 100 مليون سنة من تطوره الباحثون يعتقدون وهم من جامعة كوب من هاجن أنه منذ حوالي 400 مليار ونصف سنة كان هناك ما يكفي من المياه لتقطية الكوكب الأحمر بأكمله في المحيط إذن مشاهدين كان هذا هو آخر خبر لنا في هذه الفقرة الإخبارية من برنامجنا الصباحي نعود مجدداً إلى الزميلة رولا لإستكمال ما تبقى من الفقرة شكراً لتشخماء لأهل الأخبار ويوم رساعد أهلا وسهلا نرجع مشاهدين أذكركم بسؤال حقتنا التفاعلي اللي هو شنو أول شي تحبت غيره في السنة الجديدة طبعاً شخص كاتب اسمه أحمد كاتب أنه أتمنى أتخلص من التدخين طبعاً التدخين يعتبر من العادات السيئة اللي لدر واحد يتخلص منها وأظهرت الدراسات النفسية أنه الشخص يقدر يتخلص من التدخين بمجرد ما يعبر الواحد وعشرين يوم بدون التدخين ولكن بهذه الفترة يقدر أنه يبني هواية جديدة يتعلم أسلوب جديد يحاول أنه يمارس الرياضة يعدل نظام الغذائي والصحي رح يتعكر مزاجها لفترة من الزمن بسبب احتياج جسمها للنيكوتين وبسبب احتياج جسمها للتدخين وتعود عقلها على التدخين فيحتاج أنه يتخلص من هذه العادة جديدة أو يكتسب عادة صحية جيدة لازم يحاول أنه يستمر على الأشياء الصحية لمدة شهرين أو شهر على الأقل في حال وصل لمنتصف الطريق وما حس نفسه أنه قادر يكمل وما حس نفسه أنه لا أريد أرجع للتدخين وأريد أرجع أستمر بهذه العادة السيئة كل اللي يحاول يسوي أنه يشغل نفسه بالأشياء الزينة ومن الممكن أنه تعيد على صحته بالاستثمارات الزينة ومن الممكن أنه الواحد يقدر يدخل النظام الغذائي أشياء جديدة وأغبية جديدة من الممكن أنه شوية تشتت تفكيرها وانتباهها وممارسة الرياضة لمدة 20 دقيقة باليوم هم من الممكن أنه الواحد يقدر يستثمرها بنفسه طبعا من هذه المعلومات ومن هذه تقارير والهاشتاغات خلينا نشوف تاملة شنو رأيها ويسأل صباحج يسأل صباح جميع المشاهدين أكيد وعيد ميلاد مجيد ومري كريسمس طبعا نحن أكيد ما بقى أيام قليلة تفصلنا على نهاية العام وكلنا نخطط ممكن لهذه المناسبة نعتبرها مناسبة وشو نخطط وين نقضي راس السنة أو شو نسوي ولكن ممكن يكون التخطط من نوع آخر أنه نخطط للعام الجديد صحيح وشنو ممكن نسوي وشنو ممكن نغير مثل ما قلت مواضع كل شحي أمور جديدة أهداف جديدة فممكن نأخذ وقت معين حتى نعيد النظر بأولوياتنا نشوف شنو أهدافنا يعني موضوع جدا مهم أنا عن نفسي كل شحاب أكون إيجابية أكثر ممكن أخطط لأمور جديدة بعملي وأتطور أكثر وحلو يأخذ هاي الفترة لهاي الأيام القليلة ممكن يسترخي بها وفرصة يقضي الوقت مع عائلته وأصدقاء ولكن نفس الوقت ممكن همين يخطط لشغلات جديدة حتى يكون متطور أكثر وراضي عن ذاته أكثر ويكون العام جديد ملي بالإنجازات تاملة طبعا في بداية كل سنة شايفة كل الأشخاص على السوشال ميديا بالحياة الاجتماعية دائما يكتبوني نيو يير نيومي سنة جديدة شخص جديد وأول ثلاث تيام يبدأ شون بهذا شخص جديد يروحون للجم ويساوون الأمور وبعدين وورا أول ما تخلص كل أنه صحيح بعد أول خمس تيام بعد أول عشر تيام يروح الدافع مالتكم أنه أنتوا تستمرون بعادة صحية جديدة حاولوا أنه تخصبون نفسكم تستمرون تعودون نفسكم على هذه العادة إلا أنه تدخل في روتينكم اليومي فتصير أنه ما يكمل يومكم إذا ما تمشون عشرين دقيقة ما يكمل يومكم إذا ما تروحون تشعبون كميات كبيرة من الماء مثلا يعني على سبيل المثال ملاحظة كلش حلوة من الوقت ممكن حتى نكتسبها فحلو الاستمرارية وليس بس يتشي حماس كم يوم وصح عزيز صباحا خير تملا صباح خير ولا صباحك عزيز طبعا الشغلات اللي نحب نغيرها طبعا يسع صباحا تشاروها مرة ثانية الشغلات اللي نحب نغيرها هي كل شيء هواية بس بنفس الوقت مثل ما ذكرت يعني خليكم هذا التغيير هو تغيير إيجابي يعني حلو اليوم أنه مثلا من أغير من الأشياء الموجودة بداخلي خصوصا أنه أنا إذا أريد أعرف الأشياء اللي إذا أسويها إيجابية لازم أستشير الأشخاص الصحة بهذا الموضوع يعني مثلا إذا أنا كانت عندي مثلا فدعادة سيئة ويأتي واحد من الأشخاص دينبهني فهذا من حرصة علي وأنه يريد يغيرني للأحسن بنفس الوقت يعني لازم الشيء اللي نسوي يكون قريب من روحنا يعني مثلا كو وهو أشخاص يحبون القراءة وإلى آخره الثاني واحد من الأشخاص اللي يعني قلت لها التامل لا أنا أريد أنزل بعد شوية من الوزن اللي عندي لأنه أنا شوفه بصراحة أنه كلما كان الجسم متناسق أكثر كلما صارت حتى ارتداء الملابس صحيح ثقة الواحد تزيد ونمط الحياة واحد حتى يكون أكثر واثق من نفسه صحيح أيدكم فأنت شون هي الشغلات رولا ذكر قالت تريد تكون أكثر مهتمة بالرياضة هذا شي رح تحقيقي أو لا طبعا أنا صالي سنين على الرياضة ولكن بين فترة وفترة يعني أوقف يعني لأنه خلاص أكد ظروف أكد ظروف عمل ما أقدر أنه استمر بيها لمدة أسبوع كامل ولكن خلينا نقول أريد أروح للجم خمسة يام بالأسبوع مو أربعة يام ولا ثلاثة يام لا أريد أغصب نفسي أنه أروح خمسة يام بالجم ودخلت قبل أن أبدأ سنة جديدة دخلت نظام جديد اللي هو نظام اليوغا أنه أروح ساعة كل ثلاثة يام كل يومين أروح أجرب شي جديد باليوغا وصراحة المواصلة على الموضوع خلتني أنه أحب أول كلاس كان بالنسبة لي بالنسبة لي اليوغا كان جدا مزعج جدا مؤلم حلو سويت في التغيير حتى تكسرين الروتين صحيح فقلت لا خليني أجرب مرة واثنين وثلاثة الحد ما أنا عقلي يصير عند الرغبة الكافية أنه يروح على مود يتونس باليوغا مو لأنه راح يروح على مود الرياضة وشيء لا يروح على مود شغفة فبالفعل نجحت الفكرة وورا 21 يوم اكتسبت عادة صحية جديدة قبل بداية السنة همين فالبداية خلينا نقول بداية جيدة من هسه لبداية السنة الجديدة أنا بالنسبة لي فقراتي انتهت تام الله وعزيز وإن شاء الله يا ربي المشاهدين يكونون يستمتعون بفقراتنا في دبي ومستمرين وإياكم من استوديوهاتكم في أربيل شكرا 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 لفقراتك وإحنا مكملين من أربيل مع فقراتنا ونذكركم بالسؤال التفاعلي اللي هو ما هو أول شيء ستغيره في نهاية العام الجديد خلنشوف أنتوا أيضا شنو أرأكم من خلال إنستجرام نشوف تعليقات وتفاعلات حلوة مروا تقول حاب أخذ استراحة من الاهتمامات اليومية حتى أركز على أهدافي وحابة يكون عندي ترقية في عملي رايان يقول أنا أريد أغير الدولة اللي عايش بها حلو حلو يجرب السفر بفائدة كل شبيرة طبعا نكتشف تقافات جديدة يعني يمكن رايان ضرب عصفرين بهواية بحجر؟ بحجر لا ضربوا هواية ضربوا عصفير و هواية ضربوا عصفير و هواية ضربوا عصفير و هواية فإذا السفر يضيف للشخص هواية فإذا هو مخطط أو حابب هذا الشيء أكيد مصعب إذا يخطط طبعا إلى الطريقة الصحيحة طبعا إذا المشاهدين مكملين وياكم مع فقراتنا ورح ننتقل إلى موضوع جدا مهم اللي هو حقن الدهون الذاتية ممكن كنا سامعين بيها اللي يتعتبر من أبرز تقنيات التجميل عند النساء بالأخص وكونها تساعد على التخلص من الدهون وذلك عن طريق سحبها من الجسم وإعادة حقنها بالمناطق اللي ممكن نحتاج نحقن بيها وحيحدثنا أكثر عن هذا الموضوع الجراح الدكتور الاستشاري مصطفى خليل يسعد صباحك دكتور يسعد صباحك دكتور شونك الميلاد مجيد نحن مينو عليكم بالخير شونك عالسنة جديدة وشون التحضيرات والمخططات والله هو يعني كل إنسان لازم يعني سؤال التفاعل يقول شي تغير بالسنة الجديدة هو يعني واحد إذا يريد يكمل وينجح ويستمر يجب أن يشيل العقبات اللي واجهته بالسنة الماضية فيسكنني نفسي راجع شك ونقطة كانت هي مصدر قلاق أو مثلا عائق نعاول يغيرها ويتجاوزها حتى يستمر ويتقدم خطوة إلى الأموات ممتاز جدا ممتاز زين اليوم إحنا رح نحكي على تقنية حقن الدهون وثال التفاصيل فببدا يريد نتعرف عليها إنه ما هي تقنية حقن أو نقل الدهون ذاتي نعم طبعا هي تقنية طبية حديثة نجريها إحنا في عياداتنا كونها تجرى تحت التخدير الموضعي وإجراء سهل وسلس وأمين هو عم ببساطة يعني أخذ الدهون من منطقة غير مرغوب بيها بالجسم ونقلها إلى منطقة أخرى إحنا نرغب بتحسين شكلها أو وضعها طبعا هي إلها يعني تكنيك خاص وإلها يعني فوائد وأكو أضرار بسيطة إلها جدا يعني متعلقات كثيرة بهذا الموضع زين دكتور طبعا هي مثل ما شرحتها تبين تقنية آمنة ممكن مميزة للكل لأنه يتي مشاكل يعني واحد يلجأ أكيد لشي طبيعي يعني استخرج من جسمه يحقن بمكان ثاني أحسن ما يلجأ المواد صناعية ممكن أو مواد الفلرز وغيرها من الأمور خلنا نحكي شنه هي أبرز دواعي هل هو كل شخص ممكن يكون يعني مرشح لهذه العملية أم لا أكو أمور معينة لازم يتم يعني إعادة مراجعتها حتى الشخص يكون أو يلجأ لها التقنية الثامن له هو عملية نقل الدهون الذاتية لازم يكون إلها غرض أنت تريد توصل له فأما تغير من الشكل في منطقة الحقن أو ممكن أنه تضيف نظارة ممكن أنه تضيف حيوية للمنطقة إضافة إلى الحجم يعني ممكن الناس تحط مثلا بالوجنات دهن حتى زيت حجم الوجنات وممكن أنه تحقن دهون ذاتية لتحسين البشرة نفسها لأنه تدري هي تحتوي على البلازمة البلازمة بيها فاكتر وان فاكتر تو غروث فاكتر وان و تو اللي هي مسؤولة عن نظارة الجلد وحيويته وكذلك تحتوي على الخلايا الجذعية اللي هي مسؤولة عن بناء خلايا الجسم كلها فهي إضافة إلى تغيير الحجم والشكل هي إضيف نظارة وحيوية للمنطقة وأيضا يستفادون منها أشخاص آخرين يعني مثلا يعانون من عدم تناظر بالوجه يعني كأن حادث سير أو جرح جرح هذا تدري ترك أثر من جلد الندبات وهذه التفاصيل نعام الندبات والجروح هذه ممكن أنه حقم الدهون الذاتية يساعد في تخفيف الضرر منها لأن تعرف الوجه المظهر مطلوب فهذه النقاط اللي يستفاد منها بحقم الدهون الذاتية المميزات اللي تمتلكها الدهون الذاتية شنو إنه أولا هي أرخص من الفلر طبعا لأنه والكمية أكبر يعني انت سيسي الفلر مثلا سعره كذا دهون الذاتية من تسحب من منطقة أنت تقدر تسحب عشرين سيسي وما تنتهي ممكن الدهون الذاتية يعني مو وقتية دائمية هذا سؤال يراد لتفصيل شنو إحنا نقول مثلا خمسين بالمئة من اللي نحقنهم يحافظون على خمسين بالمئة من الحقنة الأولى حيث معادلة يموت ترجع مثل الفلر ممكن عملية الحفاظ عليها يعني تطلب أنه الشخص يكون عنده رياضة معتدلة يجب أن يكون عنده غذاء يعني مؤتدل خضروات وفوكي وفايتامينز يعني مو يهم النفسه ما يسوي رجيم قاسي يعني هي دهون الذوب حال حلقية إضافة إلى أنه الاستفادة بالحقنة الأولى تكون مثل مذكرة آني خلال ثلاثة أشهر بنسبة خمسين بالمئة تكون خمسين بالمئة فالحقنة الثانية والثالثة ستحافظ وممكن تبقى ثلاثة إلى خمس سنوات وممكن تبقى فترة طويلة وتدخين طبعا عامل مؤثر جدا على الموضوع إضافة إلى الرياضة العنيفة والعمر يعني تعرف أنت مثلا نقل دهون في إمرأة مثلا أربعين تفرق عن نقل في ستين لأنها ترتبط بالأوعية الدموية الرقيقة لكنه ما يكون مشكلة أي عمر ممكن ما يكون عمر محدد إطلاقا حزين الإجراءات التي نسويها قبل أن نقوم بهذه العملية أساسا شنو هي؟ يعني إحنا أولا لازم يعني أنصح الشخص أن يختار الطبيب اللي هو عنده خبرة بهذا الموضوع طبعا العشوائية مو صحيحة طبعا يعني تروح لشخص أنت مت أرفأ أو ما عنده تاريخ هاي واحد ولا شهادة هاي نقطة أولى النقطة الثانية هو الشخص شمحتاج من عملية حق بالدون هو شون الفكرة الباب الغاية الغاية نعم يعني تعرف أماكن الجسم كلها مشمولة بالحق فإحنا مثلا هل هو محتاج؟ إيش محتاج الشخص؟ إضافة إلى الإجراءات قلت لك هي تصيد تحت التخدير الموضع إستاذ عزيز وإجراء سهل وأمين وسلس يحتاج 45 دقيقة أوكي ما بميز ممكن بي side effect من بعد العملية يعني ممكن مثلا تعرف أنت مثلا أكو أشخاص ما يوالمهم الحقن مثلا الفلار والبوتوكس وهي التفاصيل صرع عندهم مثلا تحسسات وهي التفاصيل فهذا موضوع حقن الدهون همسوية؟ حتى من الدهون الذاتية تصبح تحسس؟ أبدا ما مسجلة تحسس بالدهون الذاتية رقم واحد هي النقاط التي تغلب بها أنواع طبعا هو يعتبر أفضل أنواع الحقن نقل الدهون الذاتية وأأمنها؟ أأمنها طبعا أأمنها لأن حساسية ما بيها مو مادة كيميائية الجسم مالتك هو يأخذ نفس المادة التي هي موجودة بالجسم أصلا إضافة إلى الاحتواء عن النقاط التي ذكرتها والخلايا الجدعية إضافة إلى أنه سعره أكثر مناسب الكمية أكبر للتغيير يعني أنت الفيلر أنت مثلا من توصل مثلا إمرأة تحتاج 6-7 سيسيات حتى تغير وجهه وهذا تدري صعب حتى بالسعر أو الكمية كبيرة تكون الأضرار مالتها شنو حالها حال بقية الحقن يجوز نتخيل السيسي هلقد بس هو سيسي يعني سنتيمتر مكعب بس يجوز يعني المفعول المفعول الموجود داخل كل سيسي كل الشبير مو صح؟ يعني هو حجم السيسي حسب مكان الحقن أتوقع هو حجم السيسي طبعا ونوع الفيلر يعني أكو فيلر ممتاز وأكو فيلر متوسط وأكو فيلر طبعا الأضرار نفس أضرار الحقن الاعتيادية يعني ألم أحمرار وزرقاق لمدة 4-5 أيام هاي بأي حقن تصير أكيد يعني هذه الإجراءات أحنا من ننسى بها حقن وشفط عندنا شو تناخد من المكان الشفط يكون بنوعين الشخص هو دي يسوي شفط أصلا ونستفاد من الدهون اللي يطلع وأكلها نسوي شفط لغرض الحقن فنأخذ على قد الحقن مالتناش قد نحتاج إحنا نأخذ من أي منطقة بيها دهون طبعا من أضرارها أنه هو أكو ناس كلش رشيقين ماعدهم دهن فهذهولة خطيئة مالي نجيب لهم ماعدهم مثلا يحب أثوي شون ما عرف يعني إذا أكو مناطق بيها دهن واحد يسحب منها بس إذا ما أكو ممكن ما تصير ممكن ما تصير فنحرمون هذولة اللي هم فعلا محتاجين زين بهاي الحالة يلجأ للبديل اللي هو الفلر اللي هو الفلر إذا هاي من الشروط اللي لازم يكون نسبة دهون معينة مقبولة نعم كميات كبيرة نعم موسمي كلش لا 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 يعني ترى كل إنسان بنسبة دهون نحن مرات منحسة بس موجودة في مناطق معينة الخسر مثلا أسفل البطن تقدر تطلع الكمية لتكفي الحقن صبعا هذه الدهون اللي نسحبها تبقى يعني ممكن نستخدمها أكثر من مرة يعني تبقى صالحة للحقن نقدر نخزنها لمدة فلاثة أشهر نعم صالحة وشخص نفسه لو ممكن أشخاص آخرين ميسر هذا مموت لأن صنف الدم والحساسية ولكبالا إذا تبقى ثلاثة شرية صالحة للاستخدام تبقى صالحة للاستعمال بتنخزينها بدرجة ناقص ثمانية وطبعا إحنا أصلا من نشفط بالمرة الأولى لحقنا الأولى نشفط تضع في الكمية اللي نحتاجها حتى نخزنها حتى بالمرة الثانية ما نحتاج نشفط بعض زين لدينا مضموم يعني مثلا نهساكو شخص زمرة الدم أوبوساديف والدهون الموجود عدكم أوبوساديف ميسيف ميسيف حتى وإن كانت نفس زمرة الدم أبدا أبدا طبيعة الدهون تكون مختلفة لا هو ما ممكن نقل نسيج من نسيج نسيج يعني هذا موضوع ففاصيل أخرى زين دكتور أكو مواد تنظاف ممكن للفيلرز بها تكون مواد يعني أخرى غير الفيلرز هايلورونيك أسد أكتية مادة مفيدة ومواد أخرى هل أكو مواد تنظاف مع الدهون هاي الذاتية أهل فالحقل؟ لا تحضير مالتها هو نحن نعتمد على أنه تكون ناتشر بس عملية أكو أكثر من تكنيك لتحضيرها يعني هي الدهون أكو قسم يأخذوها مباشرة ويحقنوها وأكو قسم يعالجوها المعالجة شنو؟ أنه تفصل المحتويات الأخرى لها البلازمة والخلايا الجرعية تصير من نفسنا الكلام نخلل الخلايا الدهنية فقط نعم فهذه تفرق من التكنيك إلى آخر زين كلها صحيحة زين ذكرت فتنقطة أن الأشخاص اللي يمتلكون جسم ناحية يكونوا مثلا ينحرمون من هذا الموضوع إذا مثلا هي أو نفسهم وخلنا نقول دخلوا كورس تغذية وزاد من الوزن الخاص بهم وزادت كمية الدهون بهالحالة راح يقدرون يسوون هذه العملية براحتهم؟ تصدقني أكو ناز يسوون فعلا هذا الشيء يزايدون وزنهم حتى يجوون يشفطون وبعدين يحقنهم لأنه حقن الدهون الذاتية يعني هو حقن مميز أنجح طريقة للحقن وطريقة أمينة وتبقى لفترة طويلة يعني طبعا من شخص إلى آخر ولكن تفرق يعني عن الفلر كثيرا بأمانة يعني في حال شخص عنده مشكلة فعلا يتطلب الحقن أو ما عنده دهون ذاتية فأنت فعلا ممكن تطلب من هذا الشخص يتبع نظام غذائي معين حتى يزيد من نسبة الدهون بجسمه وبالتالي كل وصال حقن سهل يعني محتاج الحقن فعلا نطلب منه أنه سيزيد وزنه وزنه ونسحب منه حلو زين زين أكو طبعا إحنا أمور محتينا به هي أماكن الحقن أي يعني ممكن الوجه الجسم احتي لنا دكتور شن هي أبرز الأماكن كل الجسم مسموعة الحقن بي كل الجسم بالكامل بدون استثناء يعني الوجه مثلا ممكن رفع الحاجب ممكن هذه الخطوط الضاحكة قبل كانت أيضا للشفة البحوث تقول أكو خطورة هاسا حاليا دون ذات ير الشفة أيضا موجودة تيكساس ما عرف ايش هذا يخص الوجه والله بعدين ننزل أكو حقن للصدر أكو حقن للمؤخرة أكو حقن ليدين حقن للقدمين حلوة نحن نأخذ بعين اعتبار يطلب من الشخص أن يكون معتدل لا يسوي رياضة عنيفة ولا يأخذ راحة حال بك مشكلة مثلا إذا تسوي حقن الإيدة وأكل وإيدة صارت صعبت لماذا الإيد؟ هي مزمومة الخلايا الدينية بس همت ممكن تسمن أو تضعف خلايا الدينية ممكن تضعف وممكن يزيد حجمها بس ما أعتقد هو الشخص الذي مهتم بهذا الموضوع ويصل إلى هذه المرحلة من القناعة ويحقن وراءها يعني يهمل الموضوع رجالاً ونساءاً ماكو كل مشكلة في هذا الموضوع رجال يجون يأخذون إصابات يعني مثلا بالعمل جاريح بحادث سيرلا سامح الله يأخذ عنده سكار هنا سكار تدري بلوجه هنا فنحاول نسحول لديهن ونحقن لهن نخفف من ضرر نحن ندخل بمرحلة علاجية يعني نقدر نستخدمه كعلاج الحجم هو استخدامات الحقن للحجم وللنظارة ولعلاج الجروح القديمة ويعني سن دكتورة كدراسات عن سماعة بالنسبة لحقنها للثاديين أنه هي ممكن تكون خطرة أو يعني السيليكون أنسب منها هل هذا الشي صحيح؟ هل إلها مضاعفات خلينا نقول يعني هي تعفين الغدة الثادي نتعامل معها بحساسية فهي أكو بحوث تقول أنه نحن نرفض حقنها وأكو بحوث تقول لا أمين نحن من نتعرض لهذا الشي نحن نشيك المرير نأخذ منها تاريخها العائلي نعم أنه أدها أمراض بالثادي مسبقا هي نفسها كشخص أو أهلها بعدها نسوي فحوصات كثيرة قبل أن ندخل نسوي مثلا تحليل هرمون الحليب نسوي مثلا تحليل سونار مثلا للثادي نتأكد ما بيأي كيس ولا عقدة فيكون أمين وطبعا إذا ما نبالغ بالكمية نعم الأشخاص اللي يعانون من مثلا ضغط سكر هاي التفاصيل لأمراض المزمنة يعني أكيد تكون مثلا استعداداتهم تختلف يعني تحاليلهم وكل هاي التفاصيل وصح له هذا الموضوع مثلا ما يحتاج لا هو أكيد هم هؤلاء يعتبرون رسكو جروب يعني أنت من تجيب واحد تشتغل فتق مثلا بعيدا عن الدهون الذاتية فتق عمره 18 سنة ما عنده كل عمراض الإجراءات والتحضير يكون سهل نعم من نجيب شخص عمره 60 سنة لنسوي له نفس الفتق هو عنده سكر وضغط فأكيد طبيب باطنية وتخطيط وإيكو كذا بهذه عملية تنقل الدهون لأن هي عملية سهلة سير بالأيادة وما تحتاج يعني تحضيرات كبيرة لكن نسيطر على سكرة نتأكد أنه سكرة منتظام وهو ضغط ما لعلاقة مباشرة بالعمل لأنه المنطقة صغيرة هوش قدر ينحقن أحنا زين دكتور خلنا نحجي على الممكن هي أبر عاديا نستخدمها من نحقن مادة الدهون اللي نسحبها من الجسم فهل هناك آثار تبقى ممكنك سكرز بسيطة للحقن وشنو مدة بقاءها هاي المواد يعني الدهون بالجسم هل هي مؤقتة أو طويلة المدى الأثر ما يبقى لأنه نستخدم تروكار وكانيولة أو نيدل ما تترك أثر ممتاز مدة بقاء الدهن هو أفضل من المواد الحقنية الأخرى قطعا ممكن أن يبقى لفترة ممكن يبقى طول الأمر هذا أشخاص معينين حسب يعني من جسم لجسم يختلف نعم من جسم إلى جسم يدخن أو ما يدخن العمر الكمية المكان أنه يلعب رياضة عنيفة أو لا لأن تعرف أنت تسوي رجيم الوجه وقطعا شكو خلية دهنية بالجسم براح تزوار أو بالعكس يأكل براحتة مثلا أو ما يهتم للنظام غذائي يعني هو يحافظ على نفس المستوى يعني يكون جسمه هالفي حتى تبقى الدهون لأنه عملية نقل الدهون الذاتية تعتمد على خلايا الدهنية الحية نحن ممكن نطلع نسيج دهني تالف وجزء من المحقون اللي رح نحقنا هو خلايا حية تحتاج أن تعيش في بيئة بهدم يوصل الغذاء من الجسم حتى تبقى هي حية زين في حالة حقن بعض الأماكن بالدهن عندما مثلا يتصير انسجام بينها وبين خلايا الجسم رح يزداد وزنها ويتغير حجمها يعني بمرور الوقت يعني مثلا سويت بالاخدود مثلا بس أنا لم أمسويتها مثلا سويت والاخدود وتناول الطعام زايد وكل هاي التفاصيل سمن وزني أو زاد الوزن فبهالحالة رح يزداد تزداد كمية الدهن لا هي أقل من غيرها بس هي خلايا الدهنية معرضة تكون بها صارت خلايا الدهنية لكن أقل أقل من أنه الخلايا الأصلية الموجودة في الجسم حدو شكرا دكتور طبعا موضوع جدا مهم هواي يمطرح ممكن علينا أو نسمعه تفاصيل معلمات مهمة طبعا نحتاج أكثر نحتي بي ولكن نكتفي بهذا القدر شكرا إليك دكتور شكرا 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 للمشاهدة إذن مشاهدين كنوا ياكم فقراتنا ونذكركم بالسؤال التفاعلي ما هو أول شيء ستغيره في بداية العام الجديد دعونا نرى تعليقاتكم أكثر على الإنسجرام دعونا نرى التعليقات الموجودة أيضا أحمد يقول أنا مخرر أسافر وهاجر إلى أوروبا مصطفى قال أنا راح أغير طريقة اللبس الخاص بي يعني راح أغير الستايل حلو أكو هواي أشخاص تعرفون أننا مثلا دائما نلبس الملابس على الفصول اللي عندنا مثلا أو على الأشهر فأكو أشخاص مثلا يحبون يتميزون بألوان معينة يحبون يقولون أننا مثلا نحب هذا اللون يدخلون اللون اللي يحبوه بأكثر من طريقة اللبس طبعا نحن هم نغير مثلا الألوان بصورة مستمرة هم نحتاجه أنا وياك بس أبد والله حلقة من الحلقة كاني قلت لإستعملها الحلقة من الحلقات يعني الألوان كانت قريبة قريبة واليوم هم نوعا ما أحمر غامق ماروني وأحمر فاتر أكون محاولة طبعا نحن بنسلق تجاه ذلك ونحن نكون مستمرين في حلقة هذا اليوم طبعا نعوديكم دائما على التقارير الخارجية الشلغم هو الواحد من الخضروات المحببة عند العراقيين ويكثر استخدامه مع أول نزولة في وصل الشتاء معروف عندنا أنه يدخل بالمخللات الشهيرة ويدخل بالأكلات الشهيرة مثل كبة الحامض وغيرها من الأكلات وأكو أشخاص يحبون يأكلوا مع أضافة القليل من الدبس علي دعونا نذهب إلى صلاح الدين ونرى هذا التقرير ومن بعدها راجع لكم الشلغم بالنسبة للشلغم يعني يبدي زراعته 15-9 زراعة الشلغم فيصير يعني 12-12 الواحد يكسر زراعته ونشلعه ونودي للعلواء نبيعه بجاجيلة البالعلواء فهذول يأخذوه يستعملوا بالطرشي يساون طرشي للتركيب يبيعه يعني يستعملوا طرشي لماذا يزراع في هذه المناطق؟ شون سبب زراعته بهذه المناطق؟ هالمناطق يعني حمروات حاوي فيصير بيها أسرع من الجلام وزراع الشسمة تربطه للشثون ربيعة المياه المستهلكة في زراعة الشلغم؟ ماء حلو بير يعني هم عادي هم يصير عليه والله هو يعتبر كموسم للفلاح يعني موسم الشتوي انفضله للزراعة وبعدين الشلغم يفيد الفوائده الكثيرة يعني يستخدموا للطرشي يستخدموا للأكل يعني التركيب نعم طبيعة التربة اللي يتم جرعة الشلغم فيها؟ والله هي أفضل شيها التربة مع السامرة على صلاح الدين يعني هالحاوي ايه تربتها خصبة وتربى المحصول يعني اعتيازي مساعدا نذبويا كيمياوي الكيمياوي شوي قل نسبة قليلة ونتساعد عن نمو مال الشلغم موسيقى الشلغم العراقي كأجود أنواعه اللي العراقي اللي احنا نستخدمه في المخللات الطرشي نجلبه من أقرب مزرعة وأقرب فلاح من الأسواق العامة يدخل عملية التنظيف وبعدها يتم عملية الغسل وبعدها يتم عملية التقطيع من بعدها يتم التحلاء بالماء الحلو وبعدها يدخل بعد التحلاء إلى التحميط وراها يتقطع بعد التقطيع عادين نجلبه نستخدمه في أي طعام أو بأي نكهة اللي احنا طالويها وكفوات استخدامات العديدة بعضها من الشوربة اللي حامل الشلغم ما يسمى ومنها كذلك اللي بالأسواق العامة يجلبوها ويستخدموها في الشلغم طنفوقها دبس ويستخدمات العديدة وفواد عديدة لماذا يتفضل الشلغم العراقي عن باقي العدوان؟ إنه كنوعية عراقية قوية جدا من مثل المستورد بتكون النكهات مختلفة العراقي تكون قوي عندك بالخل يستخدمون وبالحامض وعندك المدبس والمزيت يستخدم الشلغم عديد أنواع باي بالأوقات اللي يتم استخدام الشلغم شو كدت يستخدموه؟ شو كدت يستخدموه؟ يعني الوجبات كل الوجبات يقدر يستخدمها والوجبة تعتبر أولية ومنها الشلغم بيعدة استخداماتك وناس تبيع بالعربين تخلي علي دبس على الأشغلات وبالمحلات وكذلك كل الأمور موجودة الشلغم يعني ماذا يفضل الشلغم العراقي عن باقي الموعيات الأخرى؟ والله هو الشلغم العراقي نكهة طيبة وصير أطيب من المستورد صراحة وكل شيء عراقي طيب أوقات تناول شو كدت عند العوائد؟ أوقاته يعني ليلاً ظهراً يعني أكثر المرات هي تشي يعني بالليالة قلت لك هل العربين يطلعون أنه تخلي علي دبس على ده حتى يدفل الجسم يعني أوقات الشتاء نقول هو يعني بيه فوائد عديداً عام موسيقى أعنعنا إياكم مشاهدين كرام بعد ما تشلنا بصلاح الدين وشلتنا هذا التقرير بخصوص الشلغم طبعاً نشوف اليوم هواية أشخاص يحبون يروحون على البع المتزولين خصوصاً هذا الموضوع وهذه الأكلة تكثر بالمناطق الشعبية وهواية أشخاص يحبون يضيفون فوقها الدبس ويتناولوها طبعاً أنا لم أجربوا لهذا الموضوع شعجب أن تذهب للأماكن الشعبية من أسواق بالعكسان من عشاق الأماكن الشعبية أروح يومياً أي ومتاء ماكو؟ والله شايفهم بيعون شرغم هذا التفاصيل بس يعني لم أجربوا بس إن شاء الله أجربوا بالأجواء الشتوية والبرد حلوة أكيد تكون طيبة يعني إحنا كبة الحامض كبة حامض الشلغم تصير مستحيلة وياها كبة برغم أخير نسى أني شرح لكم على الطبق شير رأيكم عزيز تحمست حسيت أجبتك المواضيع لا تنسى وراك ريجيم سنة جديدة أهداف نحن نسى الشلغم ننطي نفسنا ريست مننا الواحد واحد ما راح تسوي مننا الواحد واحد الله يستر إذا مش هادين ذكركم بالسؤال التفاعلي اللي كان ميانا ما شيء لست تغيره وفي العام الجديد خلنا نقرأ التعليقات أيضا الموجودة أنا لحد الآن ممخطط غير الراس السنة وشون أسوي؟ جيد يلا إن شاء الله تخطط بعد راس سنة شون تسوي؟ والله أكو تعليق كل شنو من محمد يقول أغير نفسي للأحسن وأنصح العالم اللي ما تقدر تغير نفسها أنه يغيرون نفسهم للأحسن لأنه لا أقدر أغير المجتمع بصورة أكملة صح على الأقل يبدو بنفسها فهو يبدو بنفسها صحيح هذا الموضوع أنا شوفه كل ش هلو أنا عندي تعليق كل ش حلو عبدالقادر يمكن الاسم يقول أنه أني حابة أسدد كل الديون والمتعليقات والمشاكل الموجودة حتى أفوت للعام الجديد وأنا ما عندي أي متعليقات موجودة هذا هو مهم جداً لأنه يجب أن يأجل ويأجل طبعاً مشاهدين كراماً سنكون مستمرين معكم في حلقة هذا اليوم وصلنا إلى الأخبار المنوعة بالأخبار المنوعة لليوم سنبدأ الأخبار المنوعة بعملة مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم أخبار سابقة وبعد فوز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم لسنة 2022 دشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعملة عليها صورة ليوني الميسي وهي عملة الألف بيروز ويعني تقريباً 51 دولار وعلى أساس أن هذه العملة كانت صادرة من البنك المركزي الأرجنتيني أو المصرف المركزي الأرجنتيني أثارت صورة هذه العملة مواقع التواصل الاجتماعي محلياً وعالمياً من بعد نشر هذه الصورة كونهم رح يشترون هذه العملة بس بأكثر من قيمتها السوقية يعني ما يشتروها بألف يجوز يشتروها بخمسين ألف ويتم انتقالها أو اقتناءها بكل دول العالم فهلشي رح يرفع الاقتصاد بالأرجنتين بحسب الخبراء الاقتصادين الموجودين هناك وبعد ما حصدت المنشورات مئات المشاركات وعشرات آلاف التفاعلات إلا أن مصدر تابع للبنك أو المصرف المركزي الأرجنتيني نفى هذا الخبر من بعد التحقيق به ووضع المتحدث أو وضح المتحدث باسم هذا المصرف بأنه لا يوجد مشروع لإصدار عملة عليها صورة ليونيل ميزي وهي عملة البيزو التي انتشرت الألف بيزو مثلنا نشوفها طبعا الشجرة طبعا ميزي بكل مكان حتى على العملة موضوع كأس العالم وأكيد ميزي والأرجنتين استحول على كل شيء إنها صدق لقد رأيت الكثير من الأشخاص ولكن إنها صدق تفكر بها اقتصاديا يعني ترفع كل شيء برأيك تمشي الأمور يصبح اقتصادي طبعا هي صحب ألف بيزو ولكن يجوز يبيعها بفد بمئة درس هل أنت جاءت تشتريها هذه الأملة؟ يعني الخاطر ميزي أنت من المشجعين ميزي والأرجنتين؟ طبعا لازم تشتريها طبعا أشتريها أشتريها وما أصرفها أي تبقيها أخليها مثلا شون شايفة اللي خلي هذا الكف الأبيض أي أي تبقى وياك تبقى وياك أتبقى وياك لا أخليها بالكفر مانضايل فعلا خبر مميز وراح نلسق المنمس إلى أكثر العبارات بحثا لسنة 2022 وذلك على محرك جوجل العملاق طبعا تنوعت العبارات اللي تم البحث عليها بجوجل خلال هاي السنة وتصدرت عبارة هل يمكنني التغيير محرك البحث في جوجل كون الناس متوجهة وأكيد متلهفة حتى تبحث عن آفاق جديدة سواء على المستوى المهني أو التغيير لنمط حياتهم وكانت من أيضا المواضيع الأكثر بحثا لهذه السنة هي لعبة الوردل والتي تصدرت لأول مرة أو صدرت عام 2018 طريقة لعبها هي طبعا بتخمين كلمة من خمس حروف فقط ويليها من بعدها كالأكثر بحثا في مباراة الكريكت اللي هي ببطولة كأس العالم وبعدها الثالث شيء أوكرانيا نظرا للحرب الدائرة ورابعا تيجي الملكة إلزابت والتي توفت سبتمبر الماضي ومن بعدها بطولة كأس العالم لكرة القدم وأكسبو دبي أما المفاجأة فتصدرت أغنية الغزالة رائعة في قمة قائمة الترفيه كالأكثر بحثا في جوجل في الوطن العربي أهم الغزالة الرائعة نعم سيحن نعم فعلاً ما قدت سمعناها؟ لا تخبر لا تبقى مكان ما سمعت بها أنا في حفلة تخرجي عندما أتخرج في الجامعة أترى أن هذه الغنية وقط لكن فعلاً مفاجأة كانت وفي كل الشغلات هي هذه الغنية أكثر تصدراً ما تبحث في جوجل أكثر شيء؟ أكثر شيء؟ الصراحة مثلاً من أطبخ أشوف أكثر من طريقة وأشوف أكثر من أطبخ من كل طريقة أخذ الأمهارات الكمية وأطلعها بخلطة خاصة إذا محرك البحث مع العزيز كلها طبخ وأكل ماذا؟ 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 طبعاً مشاهدين كرام نتقل إليكم للخبر الآخر بس رح نروح الكنداة ونروحوا يا شاب حاول الخروج من بيته بس تفاجأ في شيء ما كان بالحسبان وهذا الشيء منعه من الخروج طبعاً لم يكن رجل شرطة أو حارس يمنعه من الذهاب إلى وجهته وإنما كانت كومة من الثلج مثل مدن شاهد اللي أغلقت عليه منفث الخروج من المنزل بسبب العاصفة اللي اعتبرت من أقوى العاصف الثلجية اللي مرت على كندا منذ السنوات ونحن نرى معكم في هذا الفيديو أنه نحرم من الخروج من المنزل ونرى صور على موقع التوصل صح شعفين صح شعفين بس مولها الدرجة يعني حرفين الباب ما مسودة نحن نحن هذه الفيديو متعاودين عليها بأفلام الكاتل ونرى صغيرة نفتح الباب ويقع الثلج علينا بالبيت صح نرى بس صارت على أرض الواقع وحلو هو يوثق اللحظة ومتسم يعني لا يمكن أن يسوي غير أن يوثق هذه اللحظة وده فكر بعدين هو شون طلع من البيت معروف لا من المشكلة يعني أحد ساعة أده من بره اللي هو بمتظر الثلجي بس هو عنده مسافة يعني لا بأس بيها يعني معونات يعني إذا يلبس للشغل يعني ما يطلع يكون تبلل سفرة أكيد عندهم طريقة خاصة إذا مشاهدين ننتقل إلى خبر آخر اللي هو الخبر المنوع طبعاً النجوم الهوليو دائماً خصوصاً أفلام الأكشن تكون بها مخاطر ولقطات كلش بها أكشن دائماً نتساءل هل هم بنفسهم يكونون بهذه المشاهد أم بداء لو نشوف الوجه ما يبين مرة فنقولها صحيح خصوصاً أفلام جاكيشان فعلاً فخلينا نشوف هذا الخبر المنوع رح يكون عن نجم معروف عنه أنه ما يقبل يستعين بالشخص البديل أو ما يعرف عنه بالدوبلير طبعاً في أداة وتنفيذ المشاهد الخطيرة اللي ذكرناها مثل أغلب الممثلين المشهورين وكشف أنه نفذ أخطر مشهد إلى في حياته المهنية في الفيلم المقبل من سلسلة أفلامه الشهيرة مهمة مستحيلة أو Mission Impossible بنسخته السابعة والسعان بمجموعة من الخبراء المختصين ذلك لأداء الحركات والمجازفات بالأفلام طبعاً أكيد عرفته منه هو توم كروز واللي بالغ من العمر ستين عاماً واللي قفز من الدراجة النارية من على جرف صخري ومن ثم سقط سقوط حر وبشكل مخيف قبل ما يفتح مظلته في اللحظة الأخيرة مستحيل هاي يعني ثاني مرة من بعد ما صعد على الطائرة يعني تخيل هو بنفسه طبعاً هو بكل أفلامه مشهور بمشاهد تكون خطيرة لما كان صغير أو اشتغل على هذا الشيء من سنوات كثيرة يعني حتى هذه اللقطة تطلب منه يعيد القفزة والموتورسيكل والسقوط الحر أكثر من خمسة عشر مرة استهم الله يرادلها جرأة يعني رادلها قلب ميت هو مجبور يسويها وهو بس حابب منه وصغير يجربها ويجربها ويجربها بالفيلم وفيلم مثله حالة حالة الطيارة اللي هم مشينا مبوسيبول بس بالأتوقع بالجزء الخامس أو السادس ممكن السادس بس كل الجزء الأخير اللي قبل هذا هم مندي يسعد على الطيارة يعني دي نشوف حنا شوف نمكين الكواليس انه هم مراطي بحزام داير مداير الطيارة ويعني مستحيل وحتى فعلا عنده لقطة كانت ببرج خليفة أعلى برج خليفة هم كلها هوا كان من نفسه صور شو هيتها صحيح طبعا تعرف انه هو يغامر ويحب هذا الشي فحلو هو يجمع ما بين شغلته وانه ممثل وبين المغامر فهو مستمتع الله يا مرات يعني شوين نستمتع بحدود يعني مثلا نمو قاعدين بالاستاديو يدخل علينا أسد نحن نستمتع بتقديم البرامز يلا شويش ممكن نتغير نكون مغامرين طبعا ننذكر بهاشتاق حلقتنا لهذا اليوم ما أول شيء ستغيرها ببداية العام الجديد طبعا نقرأ بعض من التعليقاتكم ما موجودة عن الإستجرام مرود تقول كل شيء حاب أهتم بصحتي للعام الجديد وحاب أسوي فحوصات شاملة وخطوات حتى أتخلص من كل مشاكلي الصحية خطوة جميلة هل هناك أشخاص سيغيرون أرقام هواكفهم؟ هل يقولون أنه هناك أشخاص يطاقونه؟ ممكن أن يتخلصون من أشخاص سلبية معينة بس هي المشكلة مهنة المشكلة مثلا إذا تخبر على صديق عجيز ويقولون هذا رقم الجديد لا تنطيل أحد هاي تصبح مشاكل ثاني يحلوه على العام البعض إذن كانت هذه فقراتنا اليوم الصباح الشرقية إن شاء الله تكون استمتعتوا بيها ونتمنى يكون العام الجديد خير وبركة عليكم جميعا نشوفكم أسبوع أو باتر بنفس الوقت باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة